أهلا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم أدوبي فوتشوب الإصدار 2021 اللي مشافش الدروس القديمة ياريت يروح يشوفها علشان يقدر يكمل ويتابع معنا يلا بيا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معاكم مصطفى مكرم بنكمل مع بعض الدروس اللي بنتعلم فيها فوتشوب ويلا نروح على فوتشوب زي ما قلنا في أول فيديو إن أي ملف أو أي صورة أو أي شغلة هتفتحه على فوتشوب هيظهر عندك فيه الشاشة الرئيسية زي ما انتم شايفين علشان لو حبيت تفتحه تاني بكل بساطة هتقدر أنك تضغط عليه دابل كليك كده على طول هيفتح معاك اتعرفنا في الدروس اللي فاتت على بعض التول اللي أنا بقدر أن أنا أستخدمها وهي الموف تول والريكتانجل واللاسو تول والماجيك ويند والكويك سيليكشن والأوبجيك سيليكشن النهاردة بقى هنتعرف على الكروب الكروب في أي برنامج من برامج أدوبي أو في أي برنامج عموما كروب معناها أنك بتقدر أنك تحجم أو تقص مكان معين في صورة أو في البروجيكت اللي عندك أول ما بضغط عليها على طول بلاقي في الأركان تحول لي للشكل ده ده معناه أن أنا بقدر أن أنا أمسك بالشكل ده وبدأ أن أنا أحرك بقى وشوف إيه اللي أنا عايز أخليه في الصورة وإيه اللي أنا عايز أقصه في الصورة مثلا لو أنا عايز أصورة طولية مثلا هعرضها على ستوري أو حاجة بكل بساطة بس أنا بحدد بالشكل ده طبعا أنزلك شوية وبتقول له انتر فعلى طول بيبدأ أن هو يقصلك الملف أو المشروع كله حسب المساحة اللي أنت اخترتها لو حبيت ترجع عليها تاني بتروح على نفس التول وبتضغط على الفايل لو حبيت أن أنا أعد البقى تاني في الملف طب أنا لو حركت كده بلاقي أن الصورة اختفت يعني مرجاش تاني يظهر لي نفس الصورة لأنها هي خلاص هو بيقصه بيشيل أي حاجة برا طب اللون الأحمر ده جمنين هو على طول بيجيب لك من الألوان اللي موجودة يعني أنا مثلا هنا لو غيرت ده خليته باللون الأسود فعلى طول هيتغير معايا لللون الأسود طيب تعالوا بقى نرجع كنترول زد أنا لو عايز أقص بمقاس معين أو بأسبكت ريشيو معينة مثلا أنا عايز أقص مقاس من واحد لواحد علشان أرفعه على انستجرام فبضغط عليه ضغطة بالشكل ده وبروح هنا للرشيو فوق في الأوبشن بار بقوله مثلا إديني واحد على واحد سكوير فهو بيبدأ أنه يحجم لك الصورة ممكن أنت تحرك بقى الصورة بحيث تشوف أنت عايز تقص منين بالزبط ممكن أنا أغير ده ممكن أقوله مثلا خمسة على أربعة كل دي مقاسات بتقدر أنك تستخدمها تسعة على ستاشر أو أنك بتشتغل مقاس زي ما أنا شرحته طب فيه بقى لما بفتح الكروب وبشوف بقية الطول اللي موجودة معاها بلاقي فيه عندي حاجة اسمها برسبكتف كروب طول دي معناها إيه طب تعالوا جنا نضغط هنا على الصورة دي بالشكل ده بلاقي فيه شكل غريب حصل معايا دي مش بتنفع مع كل الصورة يعني مثلا لو أنا روحت وجبت مثلا صورة زي صورة مبنى زي ده وبدأت أن أنا أحطه هنا معايا فيه فوتشوب وخدت نفس الطول دي وبدأت أن أنا مثلا إيه أقوله أنا عايزة كده وكده وكده بقدر أن أنا أكبر طبعا بالشكل ده ده فكرته أنه هو بيقص لك برسبكتف معين أو وجهة معينة بحيث أن هي تطلع معاك بالشكل ده يعني لو أنت حبيت تقص وجهة عمارة مثلا أو أي وجهة وفيها برسبكتف أو فيه منظور مختلف شوية مش هينفع أنك تجيبه بشكل مربع فبتقدر أنك تستخدم التول دي في بقى هنا حاجات اسمها سلايز بس مش محتاجينها دلوقتي فبلاش نتكلم عنها خليها بعدين معايا أنا ما بحتاجهاش أصلا في الشغل نروح بقى على اللي بعد وهي اسمها فريم تول بكل بساطة دي عبارة عن فريم الفريم ده بيدهو لك بيبقى مربع أو دائري بتقدر أنك تحط جواهة صورة معينة تعالوا ناخد مثال مثلا زي اللي هو شرحه في البريفيو بتاعه باخد الصورة وفتحها وبروح هنا على الفريم طبعا أول ما بتحدد الفريم بتروح فوق على الابشن بار بيقولك أنت عايز الفريم بتاعك مربع ولا عايزه دائري أنا مثلا هنا هعملها على الفنجان طبعا بضغط كنترول وزائد زي ما تعلمنا وكنترول وناقص علشان أعمل زوم إن وزوم آت مثلا أنا عايز أعمل هنا على وش الفنجان أحط صورة فببدأ إن أنا أرسم بالشكل ده طبعا بيبدأ إن هو يرسم معي الفريم أو الدايرة ببدأ بقى إن أنا أصغرها على قد المساحة بالزبط اللي أنا عاوزها بالشكل اللي إحنا شايفينه ده طب لو أنا عملت كنترول أو علشان أفتح الأوبن مثلا جبت صورة وليكن وليكن دي مثلا ببدأ إن أنا أفتحها كده وبسحبها على الملف عندي بتنزل وببدأ إن أنا أمسكها وأصحبها هنا على الجزء الأبيض فعلى طول بتنزل جوه الفريم اللي أنا حددته مهما كان بقى إيه حجمه مثلا هيبقى بالشكل ده ممكن أعمل كنترول تي ببدأ إن أنا أصغر مثلا الصورة عندي بالشكل ده ممكن أصغرها شوية كمان بقى كاي بعمل انتر لو أنا بقى عايز أتحكم تاني في الفريم مثلا أنا عايز أكبر الفريم بروح بضغط على اللير بتاعة الفريم ومنها بقدر إن أنا أكبر بقى وأو أعدل في الفريم عندي بالشكل ده مثلا هنا في جزء زيادة شوية حابب إن أنا أكبره بالشكل ده وبس بعد ما بتخلص بتقوله انتر يبقى أنا دلوقتي بدلت أو عملت فريم جوه صورة معينة سواء كان مربع أو دائري طب دلوقتي هل في طريقة تانية ممكن أنا أعمل بيها الكلام ده كله وإحنا خدناها في الدلوز اللي فاتت هقول لك أيوه دلوقتي أنا لو حزفت ده كله وحزفت الفريم قال له طريق السلام أنت وخدت مثلا الصورة بتاعتي بالشكل ده وحطتها هنا جميل لو رحت بقى على الأوبستي أو الشفافية رحت هنا مثلا خلتها خمسين علشان أقدر إن أنا أشوف اللير اللي تحتها وعملت كنترول تي علشان أقدر إن أنا أتحكم في حجمها وبضغط Alt علشان نسبة والتناسب بضغط بالشكل ده كله جميل وبعد كده بضغط Enter حلو بقى كده بعمل كنترول زائد علشان أكبر الصورة اللي عندي يبقى دي فنجان القهوة ودي الليل بلوح هنا بقى على الركتانجل تول وبختار شكل الإلبس وببدأ إن أنا أرسم بالشكل ده طبعا بضغط Shift علشان يبقى مكان ما أنا برسم يبدأ إن هو يعمل لي نسبة وتناسب للسليكشن بتاعي لو شلت إيدي من على Shift على طول بيبدأ إن هو بقى إيه؟ يبقى الموضوع رسم حر فبضغط Shift بالشكل ده طب دلوقتي أنا عايز أنقل بقى السليكشن ده للكورنر بتاع الفنجان بحركه إزاي؟ بتضغط مصطرة من الكيبورد وبتبدأ إنك تحرك بالشكل ده بعد كده بشيل إيدي على المصطرة ولسه ضغط على Shift وببدأ إن أنا أكبر بالشكل ده بضغط المصطرة تاني وببدأ إن أنا أزبط الشكل اللي عندي بالشكل ده كده جميل قوي بعد كده بشيل إيدي بقى كليك يمين وبقول له Layer Cut قصلي بقى الجزء ده من الصورة يبقى أنا دلوقتي عندي الصورة نفسها تقسمت ليه layer فيها الشكل الدائري اللي أنا قصيته و layer تاني أنا مش عايزها بحدد layer اللي أنا مش عايزها وأقول له delete أو امسحها لي من الكيبورد وبرجع بقى تاني على layer دي وباروح على الاوبستي بقول له ارفحها لي لمية في المية بالشكل ده قدرت برضه إن أنا أعمل نفس الموضوع فخيارات إنك تعمل نفس الاوبشن على فوتشوب كتيرة ولها طرق مختلفة فأنت دايما ندور على إزاي إنك توصل للفكرة بتاعتك أنا دلوقتي معي التول في البرنامج دي مجرد أدوات بتساعدك إنك تحقق إنت حاجة بتفكر فيه جميل لحد كده جميل تعالوا بقى نمسح ده نروح بقى الايكون أو التول اللي بعدها اللي هي الايدروبرتول دي كل فكرتها مثلا إن أنا بعمل ديزاين معين فمثلا أنا محتاج أخد لون معين من نفس اللي موجود في الصورة فبكل بساطة بتختارها كده وتروح هنا على الشكل ده وبمجرد ما بتضغط على طول بيبدأ إنه يبدلك اللون في الألوان اللي موجودة عندي بحيث إن أنا أقدر أستخدمها أي لون بقى على الشاشة بتقدر إنك تضغط عليه كده بيبدأ إنه يجيبه لك مثلا أنا عايز اللون الأبيض أو عايز اللون الرمادي بالشكل ده فأي حاجة بتضغط عليها على الشاشة بتديج اللون بتاعك هي دي فكرة التول دي نروح بقى على التول اللي بعدها وهي مهمة جدا اللي هي الـ Spot Healing Brush Tool والـ Healing Brush Tool والـ Patch Tool والـ Red Eye والـ Content Aware Move Tool فكل دول كل التول دي فكرتها إنك بتقدر إنك تشيل حاجة من صورة تعالوا نشوف صورة كده نشرح عليها وليكن مثلا تعالوا ناخد صورة الأيس كريم وبحطها هنا في فوتشوب أنا دلوقتي لو أنا عايز أحزف الأيس كريمة دي أو مثلا إيه خلينا ناخد حاجة صغيرة عايز أحزف الشوكليت الموجودة دي بروح على الـ Spot Healing Brush Tool أول واحدة وهي تعتبر الأقوى وهنا فوق فيه الـ Type بتاعها بنهاية مختارة الـ Content Aware Fill علشان هو يبدأ يحزف ويحاول يعوض مكانها من نفس البيئة طب دلوقتي أنا لو رحت أعمل بالشكل ده فيش حاجة حصلت لأن حجم الـ Brush أو الفرشة نفسها صغيرة قلنا عشان أكبر الـ Brush يا إما بروح هنا وابدأ إن أنا أختار الـ Size بتاعي يا إما إن أنا بضغط أكبر من الكيبورد وأصغر من مصرر فأنا بختار فرشة بحجم مناسب وبضغط بالشكل ده كل إنك بتعمله بس بتضغط مثلا عايز أشيل الشوكليت دي بضغط راحت أشيل دي راحت أشيل دي راحت طب لو عايز بقى أشيل بقى الأسكريماية دي كلها أعمل إيه هي الـ Spot Healing Brush Tool هتبقى عملية معاك بس الأحسن إنك تاخد مثلا الـ Lasso Tool زي ما شرحت ببدأ إن أنا أحددها بالشكل ده كده طبعا إن أاخد الـ Free Lasso Tool بالشكل ده وطبعا هنا الـ Layer عندي Background فبعمل Delete أو بمسح وبقوله Fill Content Aware وبضغط Enter من الكيبورد وبسيب بقى البرنامج هو يتعامل بعد ما بيخلص بضغط في أي حتة فالـ Ice Creamية طارت فالناس اللي شغال على فوتشوب بالإصدارات الجديدة دي انتو ناس متدلعة والله العظيم انتو ناس متدلعة احنا كنا بنشأ علشان تعمل حاجة شبه جده زمان فكل ده بضغط الزرار وانت قاعد بس كده وخلاص يا كسلانين نعمل بقى Ctrl Z في خيار تاني اللي هو الباتش تول ده حابب برضو أتكلم عنه لأن اسلوبه مختلف شوية ده كل فكرته إن أنا بحدده وببدأ إن أنا أعمل Select حوالين الأيكون اللي أنا عايز أشيله وببدأ إن أنا أمسك وببدأ إن أنا أحرك للمكان اللي أنا عايزه شبهه ويعني بقوله شفت الحتة دي شلهالي بقى واملهالي من الحتة دي طب معنى كده إن أنا لو رحت مثلا هنا وحددت دي كده لو رحت على حتة فيها ورقة شجر زي دي أو وردة زي دي وشلت إيدي على طول هو هيعبلي من نفس المكان اللي أنا عملته مثلا بالشكل ده فتبدأ إنك تشيل طب بقى الحاجات دي مفيدة في إيه دي مفيدة للناس اللي شغالها فتوغرافي مثلا في حبوب في وش موديل أو حابب تنظف الوش الكلام ده كله كل التول دي بتساعدك بمجرد بس إنك تاخد بس إنك بتبدأ إنك تتحكم في أكبر منه و أصغر منه في حجم البروش نفسها وبتبدأ إنك تضغط بالشكل ده فتبدأ إنك تشيل بقى أي رتوش أنت مش عايزها بالمنظر ده هي دي فكرة الهيلين براش تول الحاجة بقى المختلفة كمان في الموضوع ده اللي هي الريد آي تول هو أنا ما عنديش صورة فيها ريد آي تعالوا نخش على جوجل ونبحث طيب أنا لقيت صورة هي صغيرة شوية بس يعني أنا ما بحبش أشتغل بصور مش بتاعتي بس علشان أوضح لكم الفكرة دلوقتي بروح بقى على الريد آي تول طيب إيه هي الريد آي أصلا الكاميرات الأديمة لما كانت بتيجي تصور خصوصا لو الإضاءة مش عالية قوي فكانت بتنور نور أحمر علشان يعني تحاول تحدد الفوكس فكان النور ده بيعكس في العين فبتظهر العين في الصور بلون أحمر إزاي بقى بتحالج ده كل اللي انت بتعمله إنك بتاخد بقى التول دي وتبدأ إنك تحدد بالشكل ده وبس خلاص الريد آي تشالت هي دي كل الفكرة التول اللي بعدها اللي هي البراش تول وهي عبارة عن الفورش بقى اللي أنا بقدر إن أنا أستخدمها تعالوا نقفل ده ونروح نعمل create new مثلا نفتح أي فايل A4 مثلا هنا في البروش بقدر إن أنا أستخدم الفورش مثلا الناس اللي بتحب ترسم ديجتال فالموضوع ده حيبقى كويس معها قوي أهم حاجة إنك بالأكبر منه وبالأصغر منه بتقدر إنك تختار حجم الفورش اللي انت هترسم بيها ممكن هتكبرها بالشكل ده ممكن أنا أصغرها خالص بالشكل ده ممكن أنا أتحكم في الهاردنس بتاعها أو ما يبقاش لها سموز بالشكل ده بروح هنا بفتح وهنا الهاردنس عندي zero ببدأ إن أنا أزوده مثلا لمية في المية فبتلاقي الموضوع بقى solid أكتر أو الموضوع بقى حد وشارب أكتر بالمنظر ده وبتبدأ بقى إنك ترسم عادي بتقدر إنك توصل لها عن طريق إنك بتفتح السهم ده أو هنا كليك يمين في أي مكان فاضي بتقدر إنك تفتح كمان بقى بتلاقي مجموعة من البريسيت لشكل الفورش وفيه فورش بتقدر إنك تضيفها جوه برنامج الفوتشوب وفي حاجة بقى حبيتها وضحها كمان إنك دلوقتي هنا بتقدر إنك تتحكم فيه الأوبستي أو الشفافية بتاعت البروش نفسها يعني مثلا أنا حرسم ده كده وبروح هنا على الأوبستي بغضل إن أنا أقللها بحيث إن أنا أرسم بأوبستي أخف مثلا نخليها بالشكل ده كده وطبعا بيبان بقى معاك التداخل يعني أنا لو غيرت اللون كمان بالشكل ده بيبدأ إنه يداخل معاك في الألوان تعالوا بقى نفتح صورة تانية وليكم مثلا صورة الباجعة دي الخيار اللي بعده أو التول اللي بعده اللي هي الكلون ستامب تول دي كانت من الأدوات الأولى خالص قبل بقى ما يخترعوا الـ content aware والكلام ده كله دي كانت فكرتها نفس فكرة الـ content aware إنك بتقدر تشيل أو تحذف حاجة معينة من الصورة اللي قدامك مثلا إيه مثلا لو أنا عايز أحذف مثلا الأشكال العمدان اللي ورى دي كنا بنعمل إيه بقى يا سيدي كنت بتضغط كده في أي مكان مثلا أنا عايز المكان العمود ده من السماء دي فبتضغط كده وبتروح إنك تعمل بالشكل ده كانت مرهقة جدا كانت مرهقة وبقى إيه عايزة واحد شغال شغل دقيق قوي علشان العملية تطلع مظبوطة معاك فبالشكل ده ممكن مثلا إيه ممكن نخفي هنا الراس بتاعة البجع دي هي كل فكرة إن هي دي العلامة البلاس دي هو ده المكان اللي هو بياخد منه يعني أنا لو نزلت كده على طول هيبدأ أشوف بياخد من نفس المكان اللي أنا واقف فيه فببدأ إن أنا أمسح بالشكل ده كده مثلا إيه أبدأ أخد من البحر وأبدأ إن أنا أرسم كده بالشكل ده فبيبدأ إن هو يمسح معاك البجعة اللي موجودة بالمنظر ده طبعا إنت بقى إيه بتبدأ إنك تقعد تعالج بقى تاني الأخطاء اللي حصلة دي بالشكل ده فالcontent where حل خلاص المشاكل دي إنت ممكن بالستام تول إنك بتبدأ تعالج بعض المشاكل أول رتوش اللي بتحصل من الcontent where fill إنك لما بتشيل بيبقى فيه بعض التشوهات فبقى أمسك بقى الستام دي أنا اللي بكمل شغل المانوال بس طبعا ده بيبقى أسهل كدير من إنك تقعد تحذف العنصر نفسه من الشاشة أنا بقول كفاية بقى لحد كده النهاردة عشان الدرس ما يطولش قوي وحابة بشكر حسام هو الوحيد اللي رفع عليه تطبيق على الصفحة عندي على فيسبوك رفع حالي في تعليق واتصرف وجاب الصور وإن شاء الله الرجل ده حيبقى كويس قوي لإنه فعلا مهتم إن هو يتعلم وما استنياش إن أنا أبعث له صور هو أتصرف واشتغل فتحياتي ليك والله ونفسي كل الناس تبقى زيك وفي الختام سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر